حالك بتقولي أنا نزلت للفلاح أو للسيدة البسيط نزلت يعني طرق النزول إيه؟ هل استخدمت مثلاً الوسائل الإعلامية؟ هقول لحضرتك أنا بشرف اللي أنا أكون مقرب نوى بلجنة البحث العامي مجلس قومين المرأة وعضو لجنة المرأة الريفية بالمجلس إحنا ضرنا كبير جداً ونزلنا فيه لأرض الواقع ونزلنا فيه للسيدات ساعدناهم ونعملنا حملات توعية كبيرة جداً علشان نعرفهم بكيفية إعادة تدوير المخلص مخلفات الزرعية ونمشي كمان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 20-30 ونحققها ونحقق الشمول المالي للمرأة المصرية ونساعد كمان في فكر كمان برنامج حياة كريمة طب ده هنعمله إزاي؟ نزلنا حضرتك عرفناهم إن هما يستفيدوا من مخلفات الزرعية دي لإنتاج علف حيواني لإنتاج سماد عضوي يقدروا إن هما يبعوه أو يسمدوا بيه الأرض بتاعتهم أو يعلفوا بيه المشروع بتاعتهم والحيوانات يبقى هما كده عملوا اكتفاء ذاتي منهم فيهم وفيه استجابة من الفلاحات أيوة عملنا حضرتك وتجنزلنا الجمعيات طب زعادة التدوير دي بتتم في منازلهم مثلا؟ في الأراضي بتاعتهم الأرض بتاعتهم هما بيبقوا مجموعة من السيدات وبنختار مجموعة بنختار قرية والقرية دي بيبقوا مجموعة من الفلاحين يقدروا يعملوا ياخدوا المخلفات بتاعتهم الجماعة دي مهمة جدا أن نحن نرجع تاني نحاول نعمل الزراعة الجماعية بدل تفتيت الزراعي نقدر اللي احنا حضرتك بالشكل ده ناخد المخلف بدل ما هو بيعمل مشاكل بقية كبيرة والحرق الشرز والحرق المخلفات وكده وزي ما قلت لحضرتك التحل حتى لو احنا محرقناهوش وسبناه يتحلل كده ده يعمل انبعاثات لكابريتيت الهايدروجين زي ما قلت لحضرتك وتضار جدا والغاز الميسين على فكرة كابريتيت ده من الكابريتيت الهايدروجين ده مشاكل كبيرة جدا ده ممكن يسبب أولا سام لو حد اتعرضه يموت في لحظات لو نسبة بتاعته عالية بيسبب على فكرة مشاكل تانية للأطفال حتى الأمهات وهي حامل لو تلعزي حراتك في أماكن اللي أكثر تلوث بيبقى فيها نسبة الأولاد اللي المولدين عندهم منتر ريتارديشن أو تأخر زيني أو توحد أو كده ده نتيجة التلوث ساعات الفلاحة أو ساعات المرأة العاملة في الأماكن الريفية اللي أنا أخلي أنها تعيد تدويرها وأخلي لها المنطقة بتاعتها اللي هي عايشة فيها منطقة نظيفة بعمل لهم كمان وكان فيه استجابة كمان كان فيه استجابة استجابة كبيرة جدا حملات توعية حضرتك كمان أنها نرجع زي زمان القرى الريف المصري كانت قبل كده قرى منتجة ولاست مستهلكة للأسف أغلب الريف المصري بقى مستهلك أكتر منه منتج إزاي النظافة الشخصية يعني إيه نظافة شخصية يعني أنا ما ينفعش أرمي من بيتي الزبالة بتاعتي أنا أسف أو القمامة بره بيتي ما هي حترجع لك تاني بطريقة غير مباشرة لأن زي ما بقول لحضرتك يعني هي الموضوع ده دكتورة يعني محتاج طبعا لتوعية بالزبط هذه التوعية بتحدث بالزبط محتاج طبعا لرد فعل من السيدات وها بقول لحضرتك حالك بتقولي إن فيه استجابة استجابة وها إذا أقول لحضرتك كمان إحنا ساعدناهم مش بس لكده إحنا عملنا لهم يعني بنعلمهم فكرة ريادة الأعمال بنعلمهم إزاي يعيدوا تدوير المخالفات حتى اللي هي البواي القماش اللي عندهم يعملوا منها منتجات ونعمل لهم معارض ويعرضوا حاجتهم عملنا حاجة تانية إحياء التراث والحرف التراثية زي مثلا حضرتك حرفة التلي السهاجي المجلس القومي من الورقة عمل إحياء للتراث حلفة التلي السهاجي دي حضرتك دي من الحرف التراثية المرأة المصرية بتشتغل فيها فكده قدرنا إن احنا ننمي كمان الفكر الاقتصادي عند السيدة المصرية